بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على الشرح المرسلين اليوم إن شاء الله نبدأ القرس الهيت transfer chapter 1 basics of heat transfer في هذا المقطع نشوف thermodynamics and heat transfer application area of heat transfer أولا لازم نعرف يشه معنى الهيت الهيت هي the form of energy that can be transferred from one state to another هذا الشيء نجمعنيش ننتج عنيش فرق فيه درجة الحرارة مثلا لو جئت هنا حطيت قطعة معدنية الساخنة حطيتها على هذه البليت بدرجة حرارة 20 وهذه بدرجة حرارة 200 أشيء اللي حيحصل هنا هتنتقل أنرجية أو حرارة من 20 من 200 هذه إلى 20 أكيد الاتجاه يكون من الأسخن إلى الأبراء الناتج عنيش؟ ننتج عن فرق في درجة الحرارة هلأ بدنا نشوف أيش هو الفرق ما بين thermodynamics والهيت transfer نذكر شوية بالهيت thermodynamics thermodynamics درستوها قبل من حالة التوازن إلى حالة التوازن أخرى مثلا حالة التوازن واحد إلى حالة التوازن الثنين الثرموديناميكس كنا نقول بس أنه هنا كانت درجة الحرارة كذا والpressure كذا وهنا درجة الحرارة كانت كذا والpressure كذا لكن ما بين الاثنين ما كنا نتكلم عنه هذا الشيء هنتكلم عنه وين هنتكلم عنه هنا في الهيت transfer فمعناها علشان تنتقل من درجة الحرارة هذي إلى درجة الحرارة هذي كم لازم لك زمن هذا الشيء نشوفه في الهيت transfer أشواء الريت في الهيت transfer والأنيرجي هذي ندرسه هنا في الهيت transfer نأخذ هذا المثال الترموس الترموس باتر عندنا حاطين فيه هوت كوفي طبعا حزلناه علشان نحافظ عليه في درجة حرارة معينة والمثلا هنا أربعين علشان ما ينزل عن الأربعين لأنه بعد يكون الشيء أو القهوة تكون باردة وي نورمالي انترست انهاو لونج اتايك أنت قبل ما تتحط في هذا الترموس ودك تقول ياش كم يلزم وقت علشان يظل ساخن يعني علشان يظل فوق درجة حرارة الأربعين إذن هذا الشيء نهتم به هذا الشيء ما تقدر تعمله فقط بالترموس لا لازم لك اللي هو الهيت transfer وطبعا أنت كمهندس هنا مهم أنك تقول لي قديش السمك هذا الانسوليشن ومن أي نوع علشان تحقق هذه الشروط المطلوبة هنا هذا الهوت كوفي درجة حرارة وسبعين والهواء المحيط بدرجة حرارة وعشرين طب الحرارة حتنتقل من وين إلى وين حتنتقل من الأسخن إلى الأبرد من الهوت إلى الكل اللي هو ديركشن أو ديكريزينج تنبرتشا الجهة اللي أيش تنقص فيها درجة الحرارة يعني هنا كان سبعين وهنا عشرين إذن انتقلت في هذا الاتجاه أيش ما يديت علينا الهيت ترانسور مثلاً عندك أشهر مثالي اللي هو الكار رادياتور اللي نعرف كلنا كار رادياتور انت عندك في السيارة الرادياتور يوصلوا للموية الساخنة جاءة من الأنجن يقول بالدرجة حرارة ثمانين تدخل في الرادياتور يطلعها بدرجة حرارة مثلاً نقول عشرين ليش؟ كيف حصل هذا الشيء؟ فيه الفان الموجودة وراء الرادياتور فهي تسحب الهواء البارد اللي بره وبالتالي يتم تبريد هذا الماء اللي واصل من الأنجن ويرجع له من جديد علشان يبرده من جديد هذا الشيء مهم جداً لك كمهندس تصميم هذا الرادياتور هل هو الرادياتور مخصص لسيارة كبيرة أم سيارة صغيرة أم اللي بعض القطع الإلكترونية الموجودة ويبعض الأجهزة الصغيرة جداً كمان جهزة التكييف كلها وفي الإنسان نفسه أنت لما تكون درجة الحرارة ناقص عشرة فأنت لازم تلبسيش لازم تلبس ملابس تقيك هذه البرودة إذن لازم لها السمك معين لازم لها كواليتي معينة ترمال كوندكتيبتي معينة علشان طبعاً لأنك لو ما عملت كده كده حتمرض بعضين ويحصل مشاكل أخر كمان عندك الثلاجة طبعاً في الثلاجة معروف أنك عندك الجزء لهذا اللي هو اللي هو تبع الثلش ثلش فيه والمنطقة الثانية اللي المفروض تقل درجة الحرارة فيها حوالي نقول مثلاً عشرة أما هنا في المفروض تكون أقل من الصفرة أو حوالي الصفرة في كمان محطات الحرارية كمان محطات القوى هذه كلها لازم فيها يعني استخدام نحية الترانسفر بحيث أنك تستخدم المبادلات الحرارية وخلاك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ترجمة نانسي قنقر